من المصطلحات اللي بتتردد كتير حالياً هي العزل الإجباري أو الحجر الصحي لدرجة أن البعض تخيل أن ده نشاط جديد علينا رغم أن مصر عندها واحد من أقدم نظم الحجر الصحي في العالم من أيام محمد علي لما كان اسمه قتها الكارنتينا حجر الصحي كان دايماً مرتبط بالأوبئة والأمراض خصوصاً بعد مسم الحج لكن دلوقت بهو الحل الأمثل لمحاربة انتشار الكورونا أو على الأقل لغاية ما نلاقي الدول المناسب من بداية يناير من أول ما اندلع المخاوف من الكورونا المستجد في وهان خدنا إجراء مباشرة وأول ناس قلنا ضرورة عدم السفر إلا للضرورة يعني عملنا نوع من أنواع التنويه والتحذير لعملية السفر خدنا إجراءات مع جميع الطيرات القادمة من الديستينيشن من الصين وكان ساعتها بدأ معها كمان كوريا الجنوبية واليابان بدأنا نناظر جميع القادمين الحجر الصحي بيقوم بهذه الإجراءات مش بس في أسناء تفشي الوبائي للكوفيد 19 ولكن من ما قبل الكوفيد 19 الحجر الصحي بيعمل على مدار الـ 24 ساعة بيقوم بأربع وظائف رئيسية في المطارات والمعابر البرية المصرية إنه بيقوم بالدور الوقائي يعني بنيدي تعليمات للمسافرين إلى بعض المناطق اللي فيها متوطن بعض الأمراض بنيدي تطايمات معينة مناسبة لهذه المناطق إحنا عندنا خبرات سابقة من التعامل مع الأوبئة اللي زي كده في آخر وباء كان 2009 H1N1 فبيبقى بننزل الأجانب دايما من أوروبا بيقولوا أنتوا تأخذوا إجراء مشدد إحنا بناخدوش إحنا بناخدوش كده فإحنا بناخد يمكن إجراء مشدد بس يمكن إجراء مشدده بيبطأ دخول المرض بيخلي فيه استعداد وجاهزية أكتر هل فكرة إن في دول خليجية قفلت على طول المطارات ومنعت السفر إحنا عملنا خطوة زي دي بس بيقال طب أنتوا تأخرتوا فيها يعني هم من الأول عملتوها هم يعني عدد الإصابات قلة عندهم لما عملوا كده؟ إحنا عملنا قفلنا التغرام في الوقت المناسب مع كل فكرة كل شركات التغرام في العالم ده أخلاص من يوم الخميس بشهر بس كلها قفت خلاص الإياتة قدت تعليمات لكل أعضاء المنظمة بالتقافة رحلة التغرام فهنا كمان وقفت توقف الطيران ده ممكن إدينا نتيجة أفضل يعني ممكن تهدى الدنيا معنا شوية أكيد أكيد من غير ما أكمل الكلام أكيد هيعمل كده أنت محاولة بتتابع اللي بيعلن في وزارة الصحة والبيانات إن فيه واحد أصيب فأنا يعني أقرب ناس ممكن تصاب المخلطين فجبت عائلته وطلع فعلاً عائلته عندها الفيروس الجزء منهم هزر عليهم المرض وجزء لا في الحالة دي لازم أعزل دول تماماً عشان ما يعدوش ناس تانية ما هي المشكلة كلها يعني دوبليكيشن في الحالات أنت عندك خمسة يعدو عشرة والعشرة يعدو خمسلاشر وهكذا أما بيثبت إيجابية سين وصاد بيبتدي ينزل فريق الترصد والأمراض الموادية عندنا برضو يبتدي يحصر المخلطين الأول طبعاً بيروح يتعزل في مستشفى العزل المستشفى الإحالة اللي هي العزل اللي موجودة اللي هي مطروح لغير دلوقتي لا فيه مستشفىات كتير يعني تخصصت مستشفىات أخرى لعزل المحافظات طبعاً في كل المحافظات دلوقتي وما مين بيروح مطروح؟ لا ما هو دلوقتي مطروح هي كتب المستشفى الأولانية ما كانش فيه حالات خالص وكان فيه عندنا بس مثلاً طيارة وهان اللي جاية فهي جاي كان جايب أخواتنا اللي موجودين في الصين في أعلى منطقة خطرة اللي هي مطقة مركز الوباء وبالتالي ده فتحنا حجر صحي كان يستوعب هذا العدد الضخم من الناس وعملنا جنبه مستشفى الإحالة اللي هي لو ظهر عليهم أعراض تحسبة لنزور أعراض عند أي حد ده خلاص الملف ده تقفل ودلوقتي احنا شغالين في المحافظات فعرضنا المستشفى لزارة هي مستشفى موجودة مستشفى من مستشفى الإحالة الموجودة ومستشفىات العزل إنها في كل محافظة ومحافظات بيتم إعداد مستشفى للعزل موجودة وجهزة وفيها كل المعدات اللازمة والأدوية اللازمة لستقبال أي حالات لغاية دلوقتي أي حالة تتشخص كورونا إيجابي بتتعزل تبع وزارة الصحة ما بتعزلش في المنزل ما عندناش ولا حالة قالوا لنا لهم أعوضوا في البيت وانتم متشخصين كورونا ومش هيحصل غير لما يبقى العداد كتير قوي لقدر الله ما نقدرش نستعب نستوعبها في المؤسسات بتاعهم لسه الغاية دلوقتي ده ما حصلتش في مصر إجراءات العزل اللي بتتخذ حتى الآن سليمة ومطابقة لمواصفات العالمية الدليل لك ده النتاجي الإجراء أي يعني بص حاكي الناس اللي داخلت الحجر الصحي عندنا وطلعوا وبقوا نساعدين يبقى إذن هم صح الإجراءات اتنين طلقوا العلاج المزبوط وطلعوا كويسين يبقى إذن جميع الإجراءات اللي اتعملت مع المرضى أو المشتبه فيهم كانت طبقا للمعايير العالمية أي حد يجيب الطريق القانوني الطبيعي لازم عدى على الحجر الصحي والحجر الصحي عمله الفرز الصحي اللازم بل بالعكس احنا بنعمل إجراء إضافي كمان في الوقت العالي إن احنا بنعمل تحليل في المطار للقادمين من دولة إيطاليا اللي فيها تفشي مجتمعي مستمر دلوقتي يعني تم إبراق بي سي آر للقادمين من إيطاليا احنا بنعمل دلوقتي رابي التست اللي هو تحليل سريع بيبين إذا كان عنده أجسام مضادة ضد الفيروسات الكورونا ولا لأ وده بنعمله دلوقتي على بعض الدول اللي فيها بنقسم إحنا الدول على حسب مخاطر انتقال المرض ده ما تأخذ من إجراءات لغاية ما الطيران وقف بالطب يعني إلى يافيش حد يجي من إيطاليا بعد ما مرض تفشى غير لما تعملوا تحليل تعملوا تحليل يعني لغاية يوم الخميس كان بيتم تحليلات لكل الطيرات القادمة والصين والصين برضو بيتم تحليل برضو يعني الأول قبل ما نجيب الرياب التس كنا بنعمل تحليل بناخد المساحات ونعمل بي سي آر في المعامل المركزية بالنسبة للصين بالذات كانت اللي هي الأعلى خطورة بالنسبة لانتشار المرض وكان فيها معدل الانتشار العالي قوي المجتمع اللي موجود في الصين فكنا بناخد الطيرات اللي جاي من الصين بيتامي معانا إجراءات مشددة احترازية وقائية يمكن ربما بعض الدول لعمل شافية الإجراءات اللي احنا بنعملها دي اعتقد ان احنا نعمل الإجراءات مشددة جدا وانما بعد كده اكتشفوا ان الإجراءاتنا دي كانت إجراءات قوية فعلا وكان لازم هما يبقوا يعملوا زي اللي احنا عاملينه ده وياخدوا إجراءات قوية زي اللي بنعملها في المطارات والمواني والمعامل البرية النصري الحجر الصحي ده حضر لك من من أقدم الأنشطة اللي معمولة هنا في جمهورة مصر العربية بالنسبة للصحة موجود من من زمان احنا بنشتغل على مدار الساعة عندنا 38 منفذ على مستوى الجمهورية بيشتغلوا باستمرار كان عندنا تقييم من منظمة الصحة العالمية لكل القطاع الصحي اللي فاصر ده كان سنة 2018 يعني يمكن احنا خدنا أعلى تقييم في المنطقة ويمكن الحجر الصحي بيبقى فيه two criteria أو حاجتين بيتأس عليهم الحجر الصحي خدنا في 1 خمسة من 5 و1 خدنا فيه 4 من 5 فكنا واجدين 9 من 10 في التقييم بتاع المنظمة الصحة العالمية فمنظمة الصحة العالمية ده للحجر الصحي لمنظومة الحجر الصحي لمنظومة الحجر الصحي المصر فاحنا من أعلى المنظومات الموجودة مش بس في منطقة الشرق الأصل و لكن في العالم ده بشهادة منظمة الصحة العالمية نفسها وأنا مقدرش أقول إن إن واحد خفغ اللي معادي للـ 14 يوم طبعا وبعدين بقى كمان أهم حاجة عندي البي سي آر اللي هو الاختبار المعمالي اللي بيقدر يثبتلي فيه كورونا ولا ما فيش طبعاً بعد ما بيعدي بعمله اختبار بي سي آر بعيده تاني بعد 48 ساعة لما بيطلع سلبي أنا كده خلاص هل فيه ممكن قوة جبرية افرد فلان ده لك لأ أو جالوا بانيك معين أو مش عايز يروح معاهم هل فيه قوة جبرية ان الموضوع مفهوش هزار ده طبعاً موضوع مفهوش هزار طبعاً وده تبقى لقوانين الحجر الصحي وقوانين الصحة العامة اللي مبودة في مصر ومصلحة الدولة المصرية فده مش مسألة ان حد هيردأ أو مايرداش ان هويروح بالإجبار فهو طبعاً بالإجبار والمخالطين ليه في وقتها نخبرونه معينات المخالطين دي على حسب درجة الاختلاط يعني فيه المخالطين الكلوز أو اللي هم مقربين قوي والمخالطين البعيدي يعني نحصر المخالطين والمخالطين والمخالطين لدرجة المهندس مثلاً اللي كانت تاني حالة بتشفت في مصر كان عدد المخالطين اللي تم حصلهم 2450 مخالط وتم عبارهم كلهم في الحجر الصحي اللي يجيوا لدور برد النهاردة يعمل ايه؟ يقعد في بيته أول حاجة يقعد في بيته ميروحش شغله يقعد في قوضة الواحدة وميختلطش بأولاده يتكلم الخط استيخن عشان يصنى في حالته متشتنى حتى لو ثبت إن حالته دي مش كورونا يفضل مكمل في العزل ده أضمن؟ آه طبعاً لأ عشان ما يخوفش غيره وعشان ما يضعفش مناعد غيره وعشان هو كمان ما يقزيش نفسه لأنه هو في حالة ضعف مناعه هو عيان يبقى يقزي نفسه لي ويخوفي الناس ليه الفكرة العزل كافية لعلاج أو للمرور من قزمة الكورونا يعني واحد يقولك طب أنا حقفل على نفسي قطي الـ 14 يوم دول؟ بشكل كبير بس مش لدرجة القفل التام يعني يعني لا بشكل كبير متعرض للهوى برضو والشمس والجو لأنه يبقى عن الناس ويعزن نفسه وأربع تشارك لو التزم بالإدراءات البقائية دي بحد كبير جداً أنت بتنهي على الموضوع تماماً مش محتاج يروح مستشفى ويتعزل فيه لا لا خالص لا بالعكس دوا أنا بحبش دايماً القصة أنه يلجأ المستشفى دي لأن المستشفى نفسها في حاجة اسمها عدوى نتيجة متواجد في مستشفى أو في محيط الناس كان عندهم مشاكل صحية فبالتالي أنا قادر أن أوفر لنفسي العزل الذاتي في البيت وموفر جو كويس جداً ونظافة واهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان دا كافي جداً العراضة البسيطة كلها اللي إحنا قلناها في الأول دي ممكن يتعالج في البيت بس وهو البيت وأنا بقول للناس كده في بيتك لو سمعت قوت في حتة لوحدك حط ماسك أو حط منديلة مش دروية ماسك حد حط منديلة على الأنف والفم لما تعتص أو تكوح أو ترشح أو تطلع بلغم في منديل ورقية وتخلص منه ثانياً المقارطين ليك ما يبقواش قريبين منك يعني أنا داخل لو أدي له أكل أو شرب أخليني كم متر بعيد عنه وحط بقى في الحالة دي أيضاً يا ماسك السيتات يحطوا أشرب أو منديل أو أي حاجة متاحة عشان بس ما حصلش تكالب على المسكات المواجهة مع النفس مع الإعلامي أحمد سالم الجمعة في الساعة الحادية عشر مساء على القاهرة والناس أهلاً بكم في العاصمة